هل يا اصدقائي معكم سامو طاعة هذو الفيديو اصدقائي متل ما شفتو بالعنوان شفو اللي حركة تباع ادريان او القط الاسود شلون حلوة طبعا يا اصدقائي فيديو اليوم هيكون عن جوائز الايفن باس المجانية طبعا يا اصدقائي الايفن باس بهالتحديث تباع الدعسوقة غير شكل مختلفة عن جميع الايفن باسات الماضية او البطاقات الذهبية الماضية تباع التحديثات اللي فاتت او التحديثات اللي قبل مختلفة من ناحية الشكل ومن ناحية الترتيب زمان يا اصدقائي ما ذري ذا بيكك سيح تسويها دايما او فقط بهالتحديث هس يا اصدقائي بهالتحديث جوائز الايفن باس في فقط بس المجانية يعني ما في اللي فوق اللي تكون دايما بشحن هذا الشي الحلو ويا اصدقائي الحلو يعني الجوائز هذه رغم انها مجانية مو شي تسليك لا بالعكس يا اصدقائي هي تقريبا حزمة كاملة مجانية فاصلا لهذا قررت اسوي لكم هذا الفيديو عشان اجرب معاكم هالحزمة المجانية اه شلون حتطلع فاوكي فمن كثر ما حبيتها اه ما اقدر استحمل واصبر عشان العفة حفتحها معاكم بالجواهر اتوا يا اصدقائي يعني شاهدوا فقط استمتعوا ووقت ما تنفتح عندكم فتحوها استمتعوا بالجوائز اللي اعطتكم اياها بيكاكسي بالمجان اه الحزمة حنشوفها بالفيديو وحنقيمها فبدو ما طويل عليكم تتابعوا معي الفيديو بالكامل وحطوا كثير لايكات على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة وفعلوا الزر للجرس ونشروا هذا الفيديو مع جميع اصدقائكم بجميع مواقع التواصل الاجتماعي لحتى الكل يستفاد ويعرف بالحزمة الجديدة وطاقتها وكذا فيلا بينا نكمل ونبلش الفيديو تبعنا فلتس جو اوكي اصقايها المرة كمان الافن باس اسمها لادي بيك او الخنفسة او الدعسوقة اللي يعجبكم خلونا نفتحها ما ادري يعني اه رغم البساطة تبع الافن باس وانها الصغيرة فحنستمتع شكلنا اكثر اوماي جا 12 جوهرة 13 جوهرة 14 جوهرة اتوقع حاليا انا اول شخص يفتح الافن باس بس شكل الفيديو يعني ممكن يتأخر عشان يا صغاي انا مصور كم فيديو اوكي فاحسب الترتيب ممكن هذي ينزل هو الاولاني ممكن هو الثاني فاوكي فلحدة اصلا تحديث نازل فقط من قبل كم ساعة اوكي خسرنا تقريبا ما ذلك كم جوهرة والاسوء يا هستقى هاي المرة في فقط 8 جواهر اوماي جاود يلا نجرب اوكي او نحصل على اول شغلة هذي اتوقع حتكون بالحقيبة هذي تبع اه الدسوقة مارينيت اوكي 300 كوينز يا اخي انا اريد جواهر ما بدي اه كوينزات اوماي جاود هذي البلوزة تبع مارينيت المجانية لحقوا عليها اسقى وكمان حنشوف لو عندهم طاقة جديدة او شي ميزة تميزهم فكل شي حنعرفو بعد شوي فكملوا معاي الفيديو يا اسقى وهذي الحقيبة تبع مارينيت دسوقة وهذي 300 كوينز كمان تكررت للمرة الثانية هذي اتوقع كمان حتكون اه تبع القطة الاسود اوكي هذي اتوقع بالحقيبة اه 300 كوينز كمان وهس البلوزة هذي كمان تبع القطة الاسود كثير كثير حبيت الوانها يعني واو كثير ناظر شكلها هذي اربع جواهر اوكي هي تقريبا اليفن باسي يا اسقى متكونة من حزمتين حزمة الداسوقة وحزمة القطة الاسود واحلى شي انهم بالمجان هذي الجائزة ما قبل الاخير والي هي اربع جواهر هذي برج ايفل اوماي جاود تخلوا يا اصدقائي هالأثاث مثلا تبع برج ايفل يطلع شكله دخم بس من شكله مبين انه حيكون صغير كوت وكذا فيلا نجرب الاشياء اللي حصلناها ولكن قبل كل شي حصلنا على السيكر من بيك اكس دي اوكي هذا السيكر اوكي ما علينا فتعالوا نجرب الاشياء اللي اتوقع موجودة بالحقيبة ايوة 90% حتكون بالحقيبة ايوة زي ما اتوقعت هاذي اش تسوي اوماي جاود كثير كثير صغيرها فا اوكي بس ميزتها شلون حتكون الله عالم اوه هاي هي هذيك اللعبة نسيت اسمها ما ادري اوكي فا او يس هاي موجود اصلا من قبل موجودة من قبل في بيك اكس دي فبلش اخر ربط فما عليكم يا سقيترة تعبت يعني اه يمكن هذا هو رابع فيديو او خمس فيديو اصوره بنفس اللحظة اوكي هذي حتكون ايش فا اوكي ما عندي اي فكرة يلا نجربها السريع تسوي مجرد شكل عصة اتوقع مجرد عصة هيك شكل فا اوكي وحصلني كمان ويت خلينا ارجع اتذكر اوكي حصلنا على بلوزة واوكي بلوزة وحقيبة تبع مارينيت وتبع القطة الاسود فا لتس كو هذي هي وحصلنا على الحقيبة فين هالحقيبة هتكون هذي هي ايوه فا اوكي شوفوا شلون طالع اوكي كثير حلوة يا سقاي ولا بقى يعني عادية وكثير حلوة يعني انها بالمجان والحقيبة كثير حلوة كمان تبع مارينيت ومع لهم طاقة فزي ما توقعت تعالوا نشوف هست تبع ادريان او القطة الاسود القطة الاسود عنده يا اصدقاي البلوزة والحقيبة كمان ايوه هيك اذكر فبالنهاية حلوة نتأكد كمان لا تخافوا يا اصدقاي او ماي جاد والله بيكا كزيد دلعتكم بهالتحديث تخيلوا كل هاي الاشياء بالمجان واو وهذه هي تبع ادريان كثير حبيتها يا اصدقاي انا احب الالوان اه مثلا لما يلتقي اللون الاخضر مع اللون الاسود تعالوا نشوف برج ايفل على البيت والاتوقع هيكون يعني شكله هيك صغير ما نوشي كثير كبير فلي المعلومة يا اصدقاي هو ماينحط داخل البيت اه جربت فينحط هو اه خارج البيت خلينا اوار لكم شلون بس لحتتعرفوا اه يعني لما تحصلوا فاكيد يعني ممكن ينجيكم جلطة هيكا تدخوا ما تعرفوا وين حت جيبوه فايوا هون اوكي فحنحصل منو اثنين كثير حلو تعالوا نشوف شكله خارج البيت شلون حيكون اوكي اوو شوي شوي صغير يعني النسخة المصغرة تبعها البرج الدخم العملاق ايوا شفتوا شفت برج ايفل بدون ما اروح على باريس كثير حلو فايازقاي هذا الفيديو اليوم بالكامل لو عجبكم ادعموا بكثير لايكات بليز واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس وانشاروا هذا الفيديو مع جميعا اصدقائكم وبس مع السلامة باي باي السلام